بسم الله والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيمياء عضوية واحد وسنمر إذن إلى المحور الثامن حيث سنقوم بدراسة هالدات الألكيل وبالأساس إذن سنقوم بشرح أهم تفاعلات هالدات الألكيل من خلال أولا تفاعل الإسجدال النيكلوفيلي والذي ينقسم إلى قسمين هناك الإسجدال النيكلوفيلي أحادي الجزائية وأحادي والإسجدال النيكلوفيلي ثنائي الجزائية إذن خلال هذا المحور في الجزء الأول سنقوم بشرح ميكانيكية أسن واحد وميكانيكية أسن اثنين ثم كذلك الجزء الثاني لهذا المحور سيتضمن شرح تفاعلات الحذف أو الانتزاع كذلك سنلاحظ أن هناك تفاعلات حذف أحادي الجزائية E1 وتفاعلات حذف ثنائي الجزائية E2 إذن بداية في الجزء الأول سنقوم بلمحة بسيطة حول تحذير أهالدات الألكيل حيث نشير هنا في البداية إلى أن أهالد الألكيل يمكن أن يوجد على شكل أولي حيث يحتوي على ألكيل فقط أو يمكن أن يكون ثانوي حيث يحتوي على مجموعتين ألكيل أو يمكن أن يكون ثلاثي ويحتوي إذن على ثلاثة مجموعات ألكيل أما بالنسبة لتحذير الهالدات الألكيل يمكن أن يتم انتلاقا من الهالجنة باستعمال إذن الراديكال الحر أو باستعمال بمعنى أنه يتم خلال هذه العملية استعمال الضو وإذن خلال هذا التفاعل يؤدي إذن إلى يعني الحصول أو إذن ناتج هنا على مركبات هالوجينية مختلفة كما تلاحظون هنا يمكن أن تكون إذن أو أحادية أو ثنائي أو يمكن أن يكون ثلاثي إذن يعطينا إذن خليط من هالدات الألكيل الطريقة الثانية لتحذير هالد الألكيل يمكن أن تتم من خلال التفاعل الرابطة الثنائية انتلاق من الرابطة الثنائية أي انتلاق من الألكينات وتفاعلها مع حمض الهالوجين أو تفاعلها مع الهالوجينات كما تلاحظون هنا بالنسبة للتفاعل مع الهالوجينات يعطينا إضافة عنصرين هالوجين أو إضافة هنا HCL على الرابطة الثنائية حيث تم شرح هذه التفاعلات سابقا الطريقة الثالثة لتحذير الهيدرو إذن تحذير الكيل هاليد يمكن أن يتم من خلال تفاعل الكحول مع الهيدرو هالوجين مع الـ HX وخلال هذا التفاعل يتم استبدال مجموعة هيدروكسيل بهالوجين كما تلاحظون هنا إذن يمكن أن نشرح هذا التفاعل حيث يتم في البداية تفاعل الكحول مع البروتون بهذا الشكل إذن اندماج الرابط الثنائية للأكسجين الزوج الهتريني الحر للأكسجين مع البروتون ونتحصل بتالي على هذا الوسيط حيث خلال عملية هدرجنة الأكسجين يتم في هذه الحالة إذن كسر الرابطة بسهولة بين الأكسجين والكاربون إذن وخروج إذن مركب الماء والحصول إذن على هذا الوسيط المتمثل في الكاربوكاتين ثم هذا الكاربوكاتين إذن يتفاعل ببساطة ويتم إضافة إذن البروم على الكاربوكاتين والحصول إذن على الألكيل هاليد التالي هناك طريقة أخرى كذلك أو طرق أخرى كذلك لتحضير الألكيل هاليد من خلال تفاعل الكحول مع الكواشف بي إكس ثلاثة إكس يمكن أن يكون هنا هالوجين يمكن أن يكون كلور أو يمكن أن يكون بروم أو يمكن كمان أن يكون يود أو التفاعل مع كلورير الثيونيل أو كلوروثيونيل إذن نلاحظ هنا إذن مثلا أخذنا هنا البروبانول البروبانول يتفاعل هنا مع ثلاثي برومو الفوسفور فيعطينا إذن الالكيل هاليد التالي كما تلاحظون البرومو بروبان إذن برومو واحد برومو بروبين أو أو مثلا هنا واحد كلورو إذن بروبين كذلك الأمر إذا استعملنا هنا بي سي أل ثلاثة نتحصل كذلك على واحد برومو بروبين كذلك إذن أو كما ذلك لو استعملنا هنا كلورو ثيونيل إذن نتحصل إذن على الكلورو بروبين هنا إذن هذه هي الطرق إذن لتحضير الالكيل هاليد ترجمة نانسي قنقر